الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن الحديث عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث المحب عن حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاز بن جبل وزيد بن سابت وأبي بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاز وسعد بن عبادة وسعيد بن عامر حمزة بن عبد المطلب وخالد بن الوليد ونزائهم من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث محبب إلى القلب والنفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن آزاهم فقد آزاني ومن آزاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ويقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم إن المؤمنة لا يمكن أن يكون سبابا أبدا لا لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهم فكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإما أن ينطق الإنسان بالحق وبالكلمة الطيبة وبالكلمة الحسنة أو يلتزم الصمت فالمؤمن المسلم ليس بذيئا ولا فحاشا ولا سبابا وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن صحابته الكرام فيقول آحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقاؤهم أبي وأفعادهم أي وأعلمهم بالفائد زيد بن ثابت وهنا وقفة يقول صلى الله عليه وسلم آحم أمتي بأمتي أبو بكر وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة ترجح إيمان أبي بكر وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولكن بشيء وقع في قلبه ولما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قيل له من ضجال قال أبوها وقال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي أكساهم فضلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفضل لأهله إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم مسلموا لصاحبي فمرؤز أبو بكر بعضها قط ولما دع النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة وحاول سيدنا عمر بن الخطاب أن يسابق أبا بكر رضي الله عنه وجاء بنصف ماله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طاكت لأهلك يا عمر قال له طاكت لهم مثله يا رسول الله جاء الصديق رضي الله عنه بكل ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طاكت لأهلك يا أبا بك قال طاقت لهم الله واسولة ها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ما العاقبة وما الجزاء رضي الله عنهم وآدوا عنه أي فضل بعد هذا أي مسوبة أعظم من هذا رضي الله عنهم وآدوا عنه وأعد لهم جنات تجعي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نسأل الله أن يجعلنا في صحبتهم وأن يزقنا من فضل بركتهم وأن يجزيهم خياراً عما قدموا لدينهم وصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وعضي الله عنهم أجمعين والسلام عليكم وأحمد الله وبعكاته